متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله الفيديو هو تكملة للفيديو من قبل وهو مش تكملة بصراحة أنا جالي تعليق من أحد متابعي القناة بيقول لي على جزئية مهمة جداً بصراحة هو لفت انتباهي لها هي عمل بودكاست باللغة العربية والبودكاست باللغة العربية يكون النط بتاعه كويس إلى حد كبير وسهل وسلس في الاستخدام في طرق كتير على فكرة نعمل بيها بودكاست باللغة العربية وأنا كنت تطرقت لهذه النقطة من قبل عندي على القناة ولكن النهاردة أنا جاية أتكلم عن موقع جيلي بوض اللي كلمتوك قبل كده في عمل بودكاست ولكن لو تفتكروا أنا عملت آد لهست واحد فقط يعني واحد فقط هو اللي بيتكلم طبعاً لما بيكون في بودكاست ما بين شخصين بيكون تفاعولي أكتر بيكون مؤثر أكتر بيكون أتركتف أكتر وده اللي إن شاء الله النهاردة حنعمله باستخدام موقع جيلي بوض AI الموقع ده على الرغم أنه هو ممتاز جداً في توليد البودكاست بالذكاء الاصطناعي بيدعم اللغة العربية لكن في الخطة المجانية هو محدود جداً ممكن تنشئ بودكاست ولكن في نفس الوقت عشان تعمل إكسبورت للبودكاست لازم تكون في الخطة المدفوعة فأنت تقدر تشارك البودكاست باللينك أغلب الناس اللي عايزة تعمل بودكاست بتبقى في الغالب عايزة تعملوا محتوى على اليوتيوب مش عشان تشاركوا مع حد أو مع شخص آخر عشان كده هذا الموقع يعني أنا حبيت إن أنا أركز فيه البداية إن أنت عشان تعمل إكسبورت للبودكاست لازم تكون في الخطة المدفوعة النهاردة هنستخدمه وحنجربه باستخدام اتنين بيتكلموا مع بعض وبيتفعلوا مع بعض النقطة دي أنا موضحتهاش في الفيديو السابق وحبيت إن أنا أوضحها النهاردة لأن زي ما أنتوا عارفين نودبوك ML من جوجل ما بيدعمش غير اللغة الإنجليزية بتعمل بودكاست رائعة بصراحة بس باللغة الإنجليزية إحنا هنا نهاردة عايزين حاجة سهلة وبسيطة مش عايزين الطرق اللي إحنا استخدمناها قبل كده وخدت مننا وقت كبير جدا في عمل بودكاست باللغة العربية قد شرحت لكم إزاي تعمله بودكاست باللغة العربية لكن مع موقع جيليبود اللي مش بعمله إعلان إطلاقا زي ما قلتلك هو أصلا في الخطة المجانية مش بيتحلك إن أنت تعمل اكسبورت يعني بعرض لك الموقع للناس اللي عايزة محتوى أو بتعمل محتوى مستمر باللغة العربية وعايزة تعمل محتوى على يوتيوب أو تعمل محتوى على فيسبوك فعايزة تعمل اكسبورت لي المحتوى بتاعها أو البودكاست بتاعها فبالتالي هيكون الموقع ده بيوفر لك هذه النقطة ولكن للأسف في الخطة المدفوعة يلا بينا نشرح هذه الجزئية بإذن الله على القناة النهاردة ما ترحوش في أي حدة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف إزاي هنقدر نعمل بودكاست ونستخدم فيه صوتين مع بعض أو شخصيتين داخل البودكاست Interactive Dialog نعمل كده Dialog أو حوار تفاعلي ما بين اتنين هنشوف الأول إزاي إن احنا هنعمل الهوست بشكل سريع وبعد كده ننشئ البودكاست وده من الأفضل أول حاجة بتعملها إن انت بتنشئ الهوست بتاعك هروح هنا للهوست وحواريك إنت زي بتنشئ الهوست بشكل سريع أنا قريزي عاملة كذا هوست ممكن أن أنا أستخدمهم هنا هبتدي أقول له Add New Host ولما تعمل Add New Host بتروح تسمي الشخص مثلا سيء أحمد وهنا بتبتقي توصفه مثلا ممكن هنا نعمل مع بعض شخص ويكون سليمان وسليمان ده 40 years old أرب نخلي أرب كابتال أرب male with deep voice وبعد كده هبتدي أقول له create voice لما هقول له create voice المفروض إن هو هينشئ لي three voices بس مع صوت صوت وبختار الصوت اللي أنا عايزاه يبكون هو ده صوت سليمان هنا بيبتدي ينشئ لي ال voice مش هيخد وقت كبير وحاسمع الثلاثة ومسلا سيء أعجبني أول preview هبتدي أختاره وقول له create host كده أنشأ لي ال host هعمل كده برضو مع ال host الثاني وليكن الشخص الثاني اللي هو مريم سارا whatever اسم ال host يعني وأستخدمهم في عمل ال podcast بتاعي هبتدي أدوسها على podcast عشان أبتدي أدوسها على podcast عشان أبتدي أنشئ البودكاست هقول create new podcast وأول حاجة أعملها علشان ما نسيش لأن أنا زي غلطة كنت دايما نقع فيها إن أنا أختار اللغة فأنا هنا هختار اللغة اللغة العربية وابتدي ال podcast title أسمي البودكاست بتاعي أنا هنا هسمي البودكاست بتاعي الذكاء الاصطناعي العام هل اقتربنا منه فعلا أي title وهنا هاخد ال podcast title control c وابتدي أخليه أيضا ال podcast description وابتدي أجي بقى تحت هلاقي كل ال host اللي أنا عملتها هاختار أحمد وحاختار مريم وحبتدي عايز تختار سليمان هنختار سليمان هنا هبتدي أخطار ال host هنا هنبص اللغة maximum host اتنين ما قدرش أخطار أكتر من اتنين هبتدي أقول له create podcast لحد الخطوة السابقة وهي create ال host خلاص هيبتدي إن هو ينشئهم وcreate ال podcast وبعدين هيقول لك حط الرابط هتحط الرابط وهيبتدي إن هو يولد لك ال script وبعد كده تعمل نفس الطريقة اللي أنا يعني شرحتها قبل كده في الفيديو السابق وحطت لك الرابط في الوصف أسفل فيديو حيظر عندك دلوقتي على الشاشة اسم الفيديو اللي حابب إن هو يروح يشوفه ليه بقى الكلام ده بقوله لأن أنا وجهته صعوبة وحلقيت إن حضائع وقت كبير جدا واضح إن في ضغط كبير على الموقع ضغط في شكل مش طبيعي فدايما في وانا تواصلت مع الدعم عشان أعرف بالضبط إيه الهدف لأن طبعا أكيد ناس كتير ممكن تكون بتجربوا في الخطة المجانية فأنا برضو بجربوا في الخطة المجانية مش بجربوا في الخطة المدفوعة لأن أنا مجدش هذا النوع من المحتوى ولكن أنا كنت عايزة بس أشرحه لك أو أشرح لك الفكرة الحمد لله من حصن الحظ إن أنا كنت مجربا وعملا قبل كده فحواريك دلوقتي بودكاست مكون من توهوس وحواريك إزاي عليكم يلا بينا نشوف البودكاست العبارة عن شخصين تفاعلين أحمد ومريم ونشوف النتيجة لقد كان إطلاق نموذج أون في ميني يوم واعد فبراير 2025 خطوة محورية ليس فقط لشركة يوبين أياي ولكن لعالم الذكاء الاصطناعي بشكل عام الملاحظات الأولية كانت إيجابية للغاية حيث أشهد العديد بسرعته ودقته مقارنة بالنماذج السابق يعني هذا خبر مثير أليس كذلك؟ أتذكر حلقة سابقة تحدثنا فيها عن فشل أحد النماذج السابقة لتقديم تقييم دقيق لحالة معقدة أعتقد أن التوقعات كانت عالية جداً هذه المرة للنموذج الجديد فعلاً والتفوق هنا يكمن في قدرات أو ثري ميني على الاستدلاك إنه ليس مجرد حل عام للمشاكل بل يتميز بقدرته على التعامل مع سيناريوهات أكثر تعقيداً واتخاذ قرارات دقيقة تماماً هذه القدرة تخليني أتساءل كيف يمكن لهذا النموذج أن يساهم في الصناعات التي تعتمد على قرارات سريعة ومبنية على بيانات كبيرة خاصة بعد كل ما شاهدنا من تطورات سابقة هذا سؤال ممتاز التطبيقات واسعة بدءاً من تحسين الخدمات الصحية وحتى الصناعة المالية حيث يصبح اتخاذ القرارات بسرعة وبدقة أمراً حقنية بالطبع ما يجعل النموذج يبرز هو النطج الذي يظهر في قدراته مقارنة بالنماذج التي سبقته ده بالنسبة لي الصوت زي ما انتوا شايفين الصوت كويس جداً وجيد جداً للغة العربية وده حوار ما بينته وهوس ويه زي ما قلتلك عشان تستفيد من هذا التطبيق أو من هذا الموقع مش هتقدر تستفيد به في الخطة المجانية للأسف هو بس بيستيبق تجرب كده تجرب وتعمل كأنك بتتمرن عليه عشان أكون معك وقعية في بعض الحاجات اللي بأخذها على مثل هذه المواقع اللي مش بتقدم خطة مجانية كاملة يعني انت بتبقى عايز خطة مجانية كاملة الخطة دي متمثلة في ان انت عايز تعمل بودكاست وتبتدي انت تحمله ممكن جداً يديك فرصة ان انت تعمل create three or two بودكاست وبعد كده تدفع لشان تحصل على الخدمة حتى يعني لأول مرة مش شرط كل شهر لكن ان انا قابل بعض المشاكل زي unexpected error اللي بتحصل بالاستمرار بعد ما جربه مرة واثنين ما انا قريدي ما عملتش اكسبورت يعني من حق ان انا اجربه مرة واثنين وتلاتة طالما ما صدرتش وما خدتش المحتوى رفعته على منصات التواصل الاجتماعي او على اليوتيوب مثلاً فانا باخد عليهم هذه الجزئية ولكن الموقع كتجربة كتجربة جيدة زي ما انتوا شايفين وانا حبيت بس ان انا يعني اضيف للناس اللي كانت بتتكلم على عمل بودكاست بالعربي احدى المواقع الجديدة من مواقع الذكاء الاصطناعي اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولك ارجع لي الفيديو الاصلي علشان تشوف الخطوات كاملة في عمل البودكاست بالذكاء الاصطناعي يعني اعتقد ان انت اول ما حتخش وتجربه حيمش معاك كويس تمديك تجربه وقتاني مرة او ثلاث مرة ممكن تقابل مشكلة ده يعني رأيية ريت تشاركوني رأيكم في التعليقات وتشاركوني تجربتكم مع هذا الموقع في التعليقات زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل بديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته